يسقط على الأرض وبرجونزي يحتسب الكورة ضربة حرة لمصلحة البيان كونيري الصفوف مكتملة تماما خاصة في اليوفي بيغيب فقط فيدال وفوزينيتش بالإضافة لكليني الموقوف ثلاث مباريات بعد مباراة روما الأسبوع الماضي وجيوفينكو أيضا كان هناك بعض الشكوب في مشاركته وقد يكون من الأفضل أنه بالفعل يتم إرحته في هذه المباراة بيرلو 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 فعلها بيرلو ظهرت اليوفي يسجل هدف مالزيكا مالزيكا للبيان كونيري في المعاصر وبمساعدة ماركو سيلفستري هدف سينمائي رهيب بيرلو يتوج كل الجهود في يوم التتويج بيرلو يتوج جهود الجميع ويتوج ويكل الجهود وهو شخصيا بهذا الهدف بيلياردو بيلياردو ماركو سيلفستري والعرضة وكل شيء حاولت ان تمنع كرة بيرلو من المرور للشباك لكن الكرة حبت بيرلو الكرة بتحب بقى يشوف ادي محاولة اولى ثم العرضة ثم في ظهرة دربة ركنها لليوفي من الجانب الايمن وكل عادة اندريا بيرلو وبوكبا في منطقة الجزاء وتاني لورنتي لورنتي جول 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 بقول لكم اليوفي ناويها وعن فوز مش هيعدي لن يترك الفوز في هذه المباراة ليس مجرد فوز بل هو فوز بمتعة كوروية وباحتفال جماهيري رائع في اليوفي ارينا لورنتي يسجل الهدف الثاني اليوفي اتنين وكان يري لا شيء وكل ده ايه فيما لا يزيد عن ربع ساعة فقط في بداية هذه المباراة الكرات الثابتة يا صديقي الكرات الثابتة هي الحل بيرلو يسجل من ركلها ثابتة بيرلو يلعب الضربة الركنية ايضا يخطئ الدفاع ولورنتي يستغل هذا الارتباك والزحام الرهيب يسقط دانييل كونتي على الارض ولورنتي يجد الكورة امامه ولا يخطئ امام المارمى لورنتي وهدفه رقم ستاشر في هذه يلعبها ستيفان ليكشتاينر من الجانب الايمان ينتظر اقتراب احد الزملاء اقترب لورنتي استلم الكورة لورنتي يلعبها تاني ماركيزيو يا ولد الله عليك الله هدف من الطراز السقيل من الطراز العالمي الاستلام والمرور ثم التسديد كلاوديو ماركيزيو يسجل هدف اخر من الطراز العالمي في هذه المباراة الاهداف عالمية كلها هدف فيرلو وهدف ماركيزيو مش ممكن ماركيزيو ايه الاستلام ده؟ هدف سبعيناتي هدف رائع مهارة غير عادية من كلاوديو ماركيزيو شوف الاستلام ادي لورنتي شوف 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 ادي الاستلام بالمرور روعة روعة سحبة بمرور وفي النهاية الكورة في سقف الشبكة بشكل رائع اجمل اهداف المباراة اجمل اهداف المباراة ها هو الاجمل لان كورة بيرلو اه طبعا كورة بيرلو هدف بيرلو عالمي بكل تأكيد لكن في النهاية كورة ثابتة هدف شكله حلو لكن ماركيزيو مهارة مهارة غير عادية وهدف ملعوب والبداية خلي بالك البداية كانت